هل الولاد عندهم حاجة اتفضل عشان المفروض لو راجل مخلف ولد الولد ده ياخد ورث كله لكن لو مخلف بنت البنت ده تاخد تلتين بس من ورثه والباقي توزع على ناس تانية مش وعيله لا انت مش عارف في الموارس كويس راجل مات وعنده ولد واحد الولد ده ياخد التاركة كلها على فرض انه الراجل ده مالو الزوجة ولا ام ولا اب ولا اي حد يبقى الولد ده هياخد التاركة كلها لو كان عنده اب وام اللي هو جدة الولد ده وجده ده ياخد السوتسو ده السوتسو هو هياخد بقية التاركة لو كانت بنت ام هتاخده النص واخو الراجل اللي ميت ياخده النص التاني او ابن هذا الرجل ابن عمها يبقى البنت هتاخده النص في مقابل ايه؟ في مقابل ان عليه نفقة هذه البنت عند احتياجها لهذه النفقة الولد ليه بيدينه كده لان هو مكلف بالمهر لما ييجو في الجواز ام يدفع مهر البنت مش ملزمة انها تدفع مهر الولد هو اللي يدفع مهر مكلف بالنفقة بالنفقة على الاب البنت مش مكلفة بالنفقة على الاب ولا الام مكلف بالنفقة على من احتاج منها ومكلف كمان بالنفقة على ابنائه وزوجته تكليف تحكم عليه فيه المحكمة المحكمة تقوله ادفع وإلا سجنك فمتطلبات الترتيب النفقة فبيدي له شيء يساعده في هذا الترتيب لانه فيه هنا استحقاقات وفيه استلزامات